قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلا في مرأتك أي فم مرأتك السلام عليكم وفيديو جديد طبعا قبل ما أبلش بالفيديو أنا مش شيخ ومش طبعا عالم مسلم اللي هو شبير بس أنا بحذف هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع عامل كثير مشاكل بآخر فترة هذا الموضوع كثير منتشر بآخر فترة وبتمنى أنه أفيد مش أنه أنا اتعمقت في الموضوع بحثت في الموضوع كبل ما أجي أحكي عنه إن شاء الله إني بفيدكم طبعا كلهاتنا شفنا بالأول الأخيرة كداش فيه منشوف كصص كتل زلمي كتل مرته هون زلمي كتل مرته هناك وآخر كصة اللي هي اللي صارت يوم تتجي معاه الشاب زلمي في رهط ضرب امرأته امرأته حاليا في حالة تسامح بالمستشفى طبعا كل ملاء الناس أنا للأسف طبعا هالمرة بدي أتخصص بهذا الحاجة للمسلمين ملاء الناس بعملوه عساس إنه باسم الإسلام ولا إشي من الدين لا حبيبي الدين ملوش بهالأشياء الدين متبرق منك ومنها فعالك شو تروح تقتل مرتك اندي انت مجنون شنك ايه ونحن وصلنا شيف انت بتحلل لحالك وعامل دين لحالك وتروح تقتل مرتك قسم بالله انك مجنون فيش عكل فيش عكل فيش دين في صورة النساء الآية 19 بعد عدوا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروا هن بالمعروف يعني عيشوا معهم بالمعروف بالحسنة باللطف مش بالضرب مش بالمسبة باللطف هسه فيه كثير الناس بجوز تكون تحلل القرآن عشيفها من الآية بعد عدوا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صورة النساء الآية 34 والتي تخافونا نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فيه ناس بحللوا الضرب عشيفوا اه مضرب القرآن كأنه نضرب لا يا حبيبي مش مسموح تضرب مش مسموح تضرب بتعوير مرتك مش مسموح تضرب مش مسموح هذا كل طريق العلم في ضد المرأة ها مش مسموح اذا انت داك تحلل القرآن عشيفك هذه مشكلتها مش تكلش نوذيش من الدين تعالي نيجي لهون لما احنا في عنا آية معينة احنا منين نأخذ أخلقنا من رسول صلى الله عليه وسلم نيجي له الحديث ثبع الرسول ولا تطرب الوجه ولا تقبحه ولا تهجر إلا في البيت من الصحيح المسند شو يعني ممنوع تضرب الوجه أول منطقة الوجه ممنوع تكرب عليها فطبعا احنا الحمد لله شوف نشوف اليوم بيبدعوا بالضرب بيعملوا بكل الأشكال لدرجة انه طبعا وصلنا الكتل بقتل مرته بسبب تافي أصلا لو شو ما عملت مرتك لو شو ما عملت مرتك لو شو ما غلطت بطلع لك ايش تقتل مرتك بتقدر تطلك إذا مش عاجبك بسدر وفي شروع حتى بالطلاق لازم يكون بالحسنة لأنه الأي الكريم شو بتقول فمتعوا هن وسرحوا هن صراحا جميلة يعني حتى لما بتطلقوا لازم يكتل إشي بالمعروف وبالتفاهم انتي عنا هون شو بتطلقوا بسببوا الأهل طبعا بعملوا مشاكل للسماء بمستعدين شو اسموا أي محاكم مع مصاري مش مصاري بيت مش بيت أهم إشي الجهتين يدمروا بعض وهذا الإشي عنا هون تثير غلط هذا الإشي مش مدين بخلالها مش موجود يا ريت يا ريت في هذه الأشياء خصوصا قصة العلاقات العلاقات والأخلاق نرجع فيها نفهم ديننا صح بسيدر كمالما نقعد نحلل ونحكي باسم الدين لو أنك انت تحكي باسم نفسك أهوى تيجي بس المشكلة كل واحدة سنحطي لك عذروا إنه الدين لا يا عمي الدين متبرى منك خمرة وقل لك إياها هسا نيجل الحديث طبعا ولا تضربه ولا تقبحه ما يعني لا تقبحه يعني ممنونة تقولها كبهها كله نحن الحمد لله اليوم يا ريت مش بيقولوا هاي بيسبوا عليها وعلى أهلها وفي ناس لا يعني استغفر الله العظيم في ناس بتشفروا بتشفروا بيخلوش إشي إلا مكلوه يعني مش هايش يعني وركم شو الخر اللي إحنا فيه أقسم بالله يعني إشي مش طبيعي إشي يعني بعرفش شو الترباية هاي إنك إنتي زلمي مسموح تضر مرتك لا يا عمي مش مسموح هسا نيجي ونيجي للآية الكريمة واضربه هن مشان نقول شو التفسير الآية أنا طبعا بعم مكرت وعملت بحث باج هسا بقول تفسير الآية واضربه هن الإشي بيقولوله الضرب التأديبي شو يعني ضرب التأديبي مثلا أنا واقف وهنا مثلا بونا جيد حدا واقف بدي أقدبه جزء مثلا أمسجه ومنشتفه أهزه وكله يازالة مش هو بتعمل مش هيت وحتى بالآية الكريمة أصلا كابل ما يقول واضربهن فعيضوهن يعني أنت أصلا موجب تنصح مرتك إذا تشرها بالدين إذا تشرها شو الشرع بقول سيدنا كابل هاي الهزة التأديبية يعني هذا الضرب والكتل المدون هذا يعني بالمرة 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 مش مكبول سورة المائدة شو بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب 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 الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما أعتقد أنه الآية هنا كثير واضحة شو جزاء اللي بقتل مؤمن متعمد شو يعني قتلت مؤمن متعمد يعني نيجا وحنا هون لقضيتنا واللي هي ضرب المرأة وقتل المرأة طبعا القتل بشكل عام محرم وانت القتل المسموح يعني هذا المتعمد مسموح هذا في حالة حرب أو في حالة القصاص يعني القصاص طبعا وانت هذا ينفذ هذا ما فيه دولة إسلامية وحكم إسلامي هذا مش شيء انت بتنفذ من رأسك لا يا عمي لا يا حبيبي هذا بس لما يبكى فيه حكم إسلامي هسه نيجي هنا انه اولا احنا مش بحالة حرب وفيش عنا حكم إسلامي فبصير تقتل نيجي هون ما يقتل مؤمنا متعمدا فجازاؤه جهنم خالدا فيها يعني انت دكتيل شوي بجهنم رح تصير باربيكيو انت يعني خالدا فرع تظلك فيها خلص لما انت تقتل بني آدم انك تقتل بني آدم من دون حك أو شو ما بكت المشكلة المشكلة اليوم من اي شغلة بسيطة الواحد بروح طول الاسلاح بروح يطخ وكتل وخلص يعني زلمي والله مش عارف شو أكل بس والله عرفت شو جزائك الصراحة يعني طبعا انا عملت هذا الفيديو من غسط الكلب من هذا الخبر الاخير اللي شفته ومنشطر الاحداث اللي صارت الثانية منشطر ان الواحد بسمع انه حدا كتل مرته حدا ضرب مرته ضرب مبرئ ببادئ عم بستشفى في عنا كثير من هاي الكصص اللي بقولكم ما فيش ولا نسبة قليلة لا حبيبي هذا نسبة قليلة اللي تسمع نصح نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرة يعني تخيل اذا انت ما بتعملش اختك بتعملش امك بتعملش مرتك خصوصا في هاي الحالي بالمنيح بتعطيش حقوقها بتظلمها انت هيتش عملت عكس 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 وسيط الرسول صلى الله عليه وسلم ف بحب بشرك يعني من الافضل انك تبدأ تصحيح حالك ابدأ تراجع نفسك ابدأ ارجع لدينك ابدأ اعرف شو دينك بكل كبل ما تفتي وبرضه ذا كلكم شغلي انه شانه الدين الاسلامي رفع من مكانة المرأة ما نزلها ما عملها شكل من الرجل بالعكس في صورة العمران في والآية وليس الذكر وكالأنثى وفي هاي الآية التفضيل للأنثى ومش للذكر وملاحظة صغيرة اللي بحب يعرف اكتر في سلسلة لدكتور اياد الكنيبي اسمها سلسلة المرأة لحط الرابط تحت واللي حاب يعرف اكتر روح ويحضر السلسلة كتير مفيدة فبتمنى تشريمتي توصل لكتير من الناس وان شاء الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة